مش عايز بس يعني اشغل الفرقة. اي وار? واشغل الناس بحاجات ملاش علاقة بالواقع. ام. بالعكس انت اللي موجودين فالوقت الحالي هم الناس اللي هكمل بها افريك rabbitatching وان شاء الله رحمن انا اخدها. ولينا حاجة عند التراجي من الفين وثمانتاشر عايزيننا ياخدها. لنا حاجة عند التراجي عايزيننا ياخدها. اه عايزيننا ياخدها. عايزين ناخد الحاجة دية بازن الله. اه. يعني طبعا فرقة التراجي فرقة كويسة وفرقة محترمة وبيننا وبين بعض يعني يعني اعلاقة كويسة جدا 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 وياكفي ان انت تقول الاهل والتراجي عشان تعرف مدى اهمية اللقاء لكن احنا لينا حاجة عند التراجي من 2018 عايزين ناخدها ان شاء الله الرحمن فمش منطق اننا يبقى فيه كلام بعيد عن الحقيقة اللي احنا عايشينا احنا عايزين نعيش حالة ملناش علاقة ليمنا ولا شمالنا ولا ورانا ولا قدامنا غير التراجي وخدناها عن جدارة واستحقاق يعني حتى بشهادة التوانسة نفسهم وانا يمكن النهاردة هستعرض مع حضراتكم ردود الافعال على فوز النادي الاهلي واقصاء للتراجي من الدور قبل النهائي سواء في تونس او كمان فيه فين جنوب افريقيا لانه جنوب افريقيا يملكتين مركزين معاك كويس جدا والحقيقة يمكن بعد ما ضمنوا ان هم متأهلين كان فيه ردود افعال قوي جدا مبارح برضو يعني فرقتهم متأهلة وافترض ان يعني يبقوا مركزين معا بشكل كبير جدا اول مرة كايزل شيفز يوصل نهاي دوري ابطال ويا فرقة محترمة على فكرة بالمناسبة عشان الناس ما تستهونش بيها يعني ما يخدعكمش مشوارهم ونتيجهم لا يا فرقة محترمة وتعتبر من اكبر الفرق يمكن حتى مستر المسلماني كان بيتكلم مع مع نجوم الاهلي النهاردة بيقولهم الفرقة دي يمكن تكون الفرقة الاكتر جماهيرية في جنوب افريقيا اكتر حتى من سانداونس لكن سانداونس في العشر سنين الاخيرة يعني ليس سحب البساط لكن تتويجه ببطولة دوري الابطال فوزه بالدوري الجنوب الافريقي سحب شوية البساط من تحت كايزل شيفز لكن تبقى الفرقة من الفرقة المحترمة جدا هاجي الكايزل شيفز وهفصصها لكم كلمة كلمة وحرف حرف الفترة اللي جاي بس يعني خلينا نفرح النهاردة وانا عايز اقف مع كلام كابتن سيد اللي كان بيرود ده وقت يلينا حاجة عند الترجي وراحين اخدها ودبال حضراتكم انا شايف البطولتين دول النسخة عشرين عشرين ونسخة عشرين تسعتاشر انا شايفهم كومبو يعني شايفهم باكتج واحد على بعضه مش قادر افصلهم عن بعض وان شاء الله باذن الله كلام ده ان شاء الله حضراتكم تتأكدوا منه بعد ما الاهلي ان شاء الله يتوج بالنجمة العشر